موسيقى حياكم الله من جديد في أهلاء العقار في الجبيل أسعار غريبة وتفاوت أغرب وقضايا تعطي إيحاء بأن خلف الستار ما خلفه الليلة نزيح هذا الستار لنجيب لكم على كل الأسئلة موسيقى في صراحة السوق محتكر في الجبيل كم مسوق يفتل بعمل سوق الثاني بالشئة الصناعية أراضيها وسكنها قالي ومبرخيصة كثير من موظفين الشركات يلعب على الحبلين يحصل على بيت من الشركة وفي المقابل يقدم على برامج الإسكان المضاربين لهم دور كبير في رفع الأسعار يطلق شعير أقل منهم مثلا 250 سنوات أسعار عقارية غير مسبقة في ارتفاع مستمر سواء كانت التملك أو الإيجار لمدينة الجبيل مما انعكس على الأهالي بشكل واضح والسؤال يدور في الأذهان عن أهمية إعادة التوازن في الأسعار العقارية والأسباب التي أدت إلى ذلك الارتفاع الغير موزون هذه البيوت تتملكها الشركات معنى أنها غير مسجلة بأسماء المواطنين مما يعني أن المواطن حاليا ممكن يحصل على بيت من الشركة في الهيئة الملكية في الجبيل الصناعية وبالإضافة إلى وزارة الإسكان وهذه نقطة مهمة لابد أن نتنبه لها أن تعمل الشركات على تمديك البيوت لموضة فيها حتى تستطيع أنها تحدث إحصائية لوزارة الإسكان بنسبة المواطنين المتملكين للبيوت هذا رح يخفف كثير من العباء على وزارة الإسكان أضيف إلى ذلك أنه رح يفتح المجال المواطنين الثانيين أنهم يحصلون على برامج جزارة الإسكان لا يعني أن الجبيل البلد أرخص أو حتى الجبيل البلد هم غالية يعني حتى أراضيها وسكنها غالية مهم رخيصة لأن القلاة مو غالة بس القلاة في الأرض الغالة في المواد البناء الغالة في الشسم في مهم يعني تكلفة الأرض غالية جدا سعرها غالية الخدمات لها سعر الصناعية ما الذي يرفع سعرها زيادة بعد اللي هو الخدمات كلما تقدم أنت خدمة زينة كلما أنت تزيد بالسعر العقار اللي عندك إذا كان العقار محتكر لعدة أشخاص فهذا السبب يكون له دور في ارتفاع الأسعار لو نقارن الأسعار في الجبيل سواء البلد أو الصناعية مناطق المملكة الأخرى ما في مقارنة بصراحة بارتفاع فرق شاسع يعني لو نرجع للدمام أو الخبر مسافة 120 كيلو فرق في الأسعار كنا عندنا في الجبيل هنا الشقق توصل إلى 680 تقلم عن مسوقين العقاريين يعني بعض مثلا الحص اللي بيت مساحة 300 بطلع مليون عند المسوق الثاني مليون ومئتين مثل مواقع النت حقات التسويق العقاري أطلع مليون وثلاثمية مليون وربعمية في فرق شاسع من المضاربة نتمنى من المسؤولين أنهم يركزون على هذا خاص المسوقي كم مسوق يختلف عن مسوق الثاني بالسعر ومنها أنه مالك البيت أو الأرض يأتي بشعر أقل منهم مثلا 200 أو 250 الأسباب وقد عرفت من قبل سكان مدينة الجبيل في أمل إعادة التوازن للأسعار والنظر إليها من الجهات المعنية لبرنامج جاهلة حسين الحميدان الجبيل شكرا للزميل حسين الحميدان وأرحب بالضيف اللي ينضم إلينا من استجيوهاتنا في المنطقة الشرقية الأستاذ خالد بارشيد وهو مختص في شؤون العقار ورئيس اللجنة العقارية في غرفة المنطقة الشرقية سابقا أستاذ خالد حياك الله معنا في أهلاء وش اللي صاير في عقار الجبيل أولا مشكور أستاذ فرح على اللقاء وظناء على التقرير اللي عديته صراحة في عدة زوايا الزاوية الأولى أعتقد أنه الهيئة الملكية للجبيل ووجود المصانع الكبيرة من شركات سابق وغيرها من الشركات الكبيرة أثرت على أسعار العقار أولا أن العقار في الجبال الصناعية غالي لأن الجودة فيه موجودة أما بالنسبة للعقار في البلد بس لحظة أستاذ خالد أستاذ خالد أستاذ خالد إذا تسمح لي يعني سابك وأرامك والبقية يعني ما هم جديدين موجودين من زمان وش اللي يخلى المشكلة الآن في الجبال والناس يعانون من هذا الارتفاع الغريب والتفاوت في أسعار العقار لأنه في شركات جديدة في عندك الآن مشروع الجبال وغيرها من المشاريع طبعا تجلب عمالة لشركات كبيرة أجنبية طبعا لشركات غير مواطنين فيحتاجون أنهم يسكنون الموظفينهم خارج الجبال الصناعية فهذا يعطي فرصة للأصحاب العقار في المحافظة الجبال أنهم يزودون أسعار أسعار الإيجارات الخاصة بهؤلاء العمالة نعم طيب كيف ممكن يضبط هذا الموضوع الآن ما سمعت يا أستاذ مفرح الآن كيف ممكن يضبط هذا الموضوع ومين الجهة اللي تستطيع ضبطه والله شوف الهيئة الملكية المفروض توسع من الأراضي الخاصة بالمناطق الصناعية السكنية بحيث أنها توفر للشركات الجديدة اللي جات للمشاريع الكبيرة الضخمة أماكن للسكن لسكن العمالة هذا الشيء الشيء الثاني مشاريع وزارة الإسكان لا يوجد هناك مشاريع لوزارة الإسكان في الجبال البلد لو وجدت مشاريع لوزارة الإسكان هناك كان فكت أزمة وأنت تعرف أنه في العقار أنه العرض والطلب هو اللي يحكم السوق إذا كان العرض كثير والطلب قليل معنى أنه السلعة ستنخفض فعلشان كذا هناك الأراضي السكنية محدودة وتوجد أراضي لوزارة الشؤون البلدية والقروية التي هي ضاحية الملك فهد بس إلى الآن لم تكتمل البنية التحتية حقتها وفيه يوجد هناك أراضي في أحياء مثل يعني في محافظة الجبال الخالدية مثلا أو الحمراء لأنه ليطوروها مطورين عقاريين وفيها البنية التحتية كاملة فقبل حوالي ثلاث سنين في حي الخالدية وصل المتر ألفين ريال ومع الانخفاض حقة العقار اللي شاهدناها أو عرفناها قبل حوالي سنة أو سنتين وصل المتر الآن إلى ألف وستمائة فما هو العامل اللي جعل الأراضي تنزل من ألفين إلى ألف وستمائة هو العرض والطلب فلذلك لا نقدر أن نحكم أن هناك من يتحكم في الأراضي أو أسعارها لأنه هناك في سوق قابل للأخذ والعطاء طيب في التقرير في التقرير تحدث أكثر من شخص أوكي الآن عرفنا موضوع الشركات وعرفنا موضوع وزارة الإسكان بس في التقرير تحدث أكثر من شخص أنه في عقاريين وأصحاب أموال وملاك هم اللي جالسين يتحكمون في هذا الموضوع جالسين يرفعون الأسعار بطريقة ما أبغى أسميها غير مشروع لكننا خلنا نقول غير منطقية هل هذا صحيح؟ أخي العزيز مفرح السوق العقاري سواء في الجبال أو في غير الجبال من مناطق المملكة يوجد فيها أشخاص يسمون الوسطة العقاريين مع الأسف الشديد أن هؤلاء الوسطة العقاريين أو المسوقين العقاريين هم من يفتعلونها مثل هذه المشاكل ليش؟ لأنهم لم يتم الترخيص لهم وحسب ما فهمت من المسؤولين في الهيئة العامة للعقار أنها طرحت نظام اللي هي الوساطة العقارية هذا النظام لو تم طرحه والانتهاء منه صدقني يا أخي العزيز مفرح أن السوق العقاري سوف ينتظم ولن تعطى أي ترخيص أو شهادة أن هذا الشخص يقدر أن يشتغل في الوساطة العقارية إلا بعد تدريب كامل عن طريق طبعا الهيئة العامة للعقار وذراعها الأكاديمي اللي هو المحهد العقاري وللمعلومية أستاذ المفرح الآن توجد دورات تدريبية بقضية الوساطة العقارية والتسويق ونظام إيجار وكل الأنظمة التي أصدرتها وزارة الإسكان الآن يتم التدريب لها في هذا المعهد العقاري وللمعلومية فأن المعهد العقاري الآن سوى تخفيض 90% لهذه الدورات عفواً عفواً أستاذ خالد هذا المعهد أين موجود؟ موجود في الرياضة يطبيل عمر تحت أشراف من؟ تحت أشراف الهيئة العامة للعقار وليش مدفوع؟ وليش التخفيض طالما تحت أشراف جاة حكومية؟ طبعاً الهيئة العامة للعقار هي مختصة بالسوق العقاري الغير حكومي طبعاً فلما تحط أي شيء للقطاع الخاص العقاري لابد أن يكون على أقل شيء بسيط للمتدربين أنهم نوع من التشجيع على أساس أنه يدخل في هذه الكورسات أو الدورات التدريبية العقارية طيب اليوم في منطقة الجبال لو أحد يشتري بيت أو يدخل سوق العقار أو الاستثمار فيه ويش أهم النصائح التي تنصحوا في الفترة الحالية في وضع العقار حالياً في الجبال؟ أنا أنصح الأخوة المواطنين أنهم لا يستعجلون في الشراء يعني مثلاً راح واحد لمكتب عقاري شخص واحد لا، لابد أن يذهب إلى كذا مكتب عقاري وإذا أوشك على الشراء لدينا هنا في الدمام أو حتى في الجبال مقيمين عقاريين معتمدين من الهيئة السعودية للتقييم العقاري فمعنى يعني يدفع مبلغ بسيط زهيد مقابل مبلغ ضخم كبير ويستشير هؤلاء المقيمين العقاريين المعتمدين من الهيئة ويوريها الموقع ويقول لها هل هذا الموقع يستهل هذا المبلغ أم لا هذا نصيحتي لهم وزارة الإسكان والاقتراح الذي قلته أنه لو وزارة الإسكان عملت مشروعات سكنية في الجبال ربما يؤدي هذا إلى انخفاض أسعار العقار كم سيحل هذا التدخل فيما لو حدث من المشكلة؟ طبعا بيصير نزول هائل لأنه لو وجدت فرضا يا أستاذ مفرح أراضي فضاء داخل النطاق العمراني في الجبال وأن هذا صاحبها يبقى يحتكرها لكي تتفع أسعارها وزارة الإسكان سوف تجبره على دفع رسوم 2.5% أو يطورها فإذا تم تطويرها معنى أنه صار في عندنا عرض كثير وإيجاد أراضي لذلك سوف ينزل السوق العقاري في الجبال إذا وجدت الأراضي القابلة لشراء طيب الآن الأراضي الموجودة ما تخضع لنظام رسوم الأراضي البيضاء؟ طبعا وزارة الإسكان وأنا أقولها بالفم المليان وعلى رأسهم معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل لو يدري أن هناك أراضي داخل النطاق العمراني بمساحات كبيرة وغير مطورة لذهب هناك وتفاوض مع أصحاب الأراضي وقال لكم خيارين الخيار الأول يا تطوروها أو أنكم تدفعوا الرسوم 2.5% من سعر الأرض في الوقت الحالي طيب ليه ما أقدمت الوزارة على هذه الخطوة اليوم ومن واجبهم أن يكون عندهم معلومة عن هذه الأراضي وبالتالي تطبق عليها نظام رسوم الأراضي البيضاء؟ طبعا العلمك يا أستان فرح هناك فيه تواصل بين وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل في موضوع الأراضي البيضاء إذا وجدت صحيح أراضي بيضاء داخل النطاق العمراني ولم تطور ثق تماما وأقولها بالفهم المليان بأن الوزارة لا تألو جهدا بإرسال خطاب لصاحب هذه الأرض يا أما تطورها أو سوف تدفع الرسوم عليها الـ 2.5% طيب الشركات الموجودة اليوم هل خاطبهم أحد معين سواء من الأهالي أو من الجهات المسؤولة أن نشوفوا حل لتأمين سكن موظفينكم علشان ما يتأثر سوق العقار عندنا؟ والله من الصعوبة بمكان يا أستاذ مفرح لأن الشركات الصناعية الكبرى لها مواقع مخصصة وخاصة تشرف عليها الهيئة الملكية للجبال وينبع وهي المسؤولة عن إسكان موظفي هذه الشركات الكبيرة فإذا هي اعتمدت على أساس أنها تأخذ أراضي داخل البلد فسوف يكون التعاون فيما بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة الملكية للجبال بحيث أنهم يأخذون أراضي حكومية وليست أراضي حق المواطنين ويقومون بتطويرها وإعطاء البنية التحتية لها وبالتالي تنخفض الأسعار العقار في الجبال البلد من المستفيد اليوم من هذا الارتفاع بصراحة؟ والله لا أحد صراحة ليه؟ لأنه في الأخير المواطن هو اللي بيخسر المستفيد إذا كان صاحب العقار أتكلم على أصحاب المواطنين نفسهم إذا تمسك واحتكر على الأسعار ثق تماما أنه لا أحد يجيه لأنه الآن المواطن مع احترامي للبقية اللي غير مفاهمين أصبح الوعي عنده أكثر من الأول يعني كبرنامجكم هذا والتقرير اللي شفته قبل قليل هذا نوع من الوعي والتثقيف الإعلامي للمواطن وأشكركم أخي العزيز على وضع مثل هذا التقرير للملأ لكي يعرف المواطن أن هناك فيه خلل والخلل أحيانا يأتي من المواطن نفسه بأن ينساق عبر المسوقين العقارين أو الوسطى العقارين الغير معتمدين من الدولة أو من هيئة العليا للعقار فلذلك لابد علينا كعقاريين وكمهتمين بالإعلام العقاري أن ننصح المواطنين عبر محطتكم هذه أو حتى عبر الصحف بأن هناك فيه موجود في السوق العقاري أراضي أرخص من الأراضي الموجودة عندنا أردت كيف؟ لكن المشكلة أنه بعض المواطنين يبي بجنب الشركة اللي يشتغل عندها ما يبغى يتعذب شوية عشر كيلو عشرين كيلو يعني ويسكن بعيد شوية فهنا جعلت المحصورة السكن محصور في منطقة معينة لذلك أصبح العالم كلها مركزة على هذه المنطقة دون الأخرى جميل جعلت الأسعار مرتفعة شوية طيب أخيراً وبكون شاكر لك لو أوجزت أو اختصرت فيها تحدثت أكثر من مرة على فكرة الحذر من الوسطاء العقاريين منهم هذول الوسطاء؟ وش الأعمال الغير جيدة اللي يمارسونها؟ أخي العزيز مفرح يعني الوسطاء العقاريين الغير مرخصين من وزارة التجارة كمكتب عقار ومن وزارة الإسكان كنظام إيجار وكذلك الآن من الهيئة العامة للعقار ولمعلوماتك أود أنشر هذا الخبر عن طريق محطتكم إن شاء الله بأنني تواصلت مع الأخوة في الهيئة العامة للعقار وقالوا لي أن نظام الوسطاء العقارية سوف يسطر قريبا وإذا صدر مثل هذا النظام ثق تماما أن اللي نشوفه الآن في الجبال أو غير الجبال سوف يختفي هذا النظام يعطيه رخصة أو شهادة أو إيش؟ طبعا أولا هذا النظام يهتم بالسوق العقاري في المملكة العربية السعودية لكي يعطيه نوع من الثقة والاعتماد على السوق العقاري وأنت تعلم أخي مفرح أننا في رؤية عشرين ثلاثين أن السوق العقاري في المملكة العربية السعودية مفتوح ليس فقط للمواطنين ولكن كذلك للمستثمرين من خارج المملكة والمستثمر الذي يأتي من خارج المملكة إذا لاحظ أن السوق غير منظم وغير معتمد موظفين اللي يشتغلون فيه ولا في أنظمة تحكمه طبعا ما حيستثمر في البلد لذلك من أولويات الهيئة العامة للعقار هو إخراج مثل هذا النظام إلى الواقع وكذلك أعطت للمعهد العقاري السعودي وكما ذكرت سابقا أنه الذراع الأكاديمي لهيئة العامة للعقار أن يتم تدريب قبل ما يعتمد هذا الشخص كوسيط لا بد من عملية تدريب له وهناك عدة دورات ومثل ما قلت الآن يعني رخيصة ويقدر أي وسيط عقاري أو مكتب عقاري أن يشترك في هذه الدورة يعني يتدرب عليها ريثما ريثما يقر هذا النظام وكما علمت أن الآن النظام في هيئة الخبراء وبعد هيئة الخبراء سيروح لمجلس الشورى وبعدها يعتمد وينشر في الجريدة الرسمية طيب أخيراً أستاذ خالد تغريدة صوتية أخيرة رسالة تقولها لأصحاب العقار عبر شاشة يهلة وش تقولهم أقولهم أصحاب العقار أتكلم على أصحاب العقار الملك وليس العقاريين اللي هم المكاتب العقارية أن يرفقوا بالمواطن الذي لا يقدر أن يشتري بمبالغ هائلة وكذلك رسالتي للمكاتب العقارية أو الوسطى العقارين أن يحكمون ضمائرهم جميل لماذا؟ لأنه أولاً هو مواطن اللي هو الوسيط والبايع مواطن والمشتري مواطن فلابد أن يكون كل الأطراف الثلاثة يعتمدون على العقلانية في البيع والشراء جميل لذلك أنصح الجميع أن يكون هناك نوع من التثقيف العقاري أولاً لصاحب المكاتب العقارية وكذلك للمواطن أن يبحث يبحث في كل المكاتب العقارية على السعر المعقول ولا يعتمد على وسيط واحد ولذلك إن شاء الله سوف تتم هذه المشاكل اللي واجهناها في الجبال وغيرها في المناطق الأخرى وأتمنى وأتمنى من كل قلبي أن يصدر هذا النظام اللي هو النظام الوساطة العقارية يمكن في خلال ستة أشهر من الآن وينظم السوق تنظيم يعني إلى درجة بحيث أنه لا يقدر أحد أن أن يخرج عن هذا النظام لأنه هناك فيه عقوبات جميل أستاذ خالد برشد شكراً جزيلاً لك ولانضمامك معنا في أهلا الرسالتين اللي يصلها الأستاذ خالد على الهواء مباشرة الأولى لأصحاب العقار ارفقوا بالمواطن والثانية للوسطاء العقاريين حكموا ضمائركم أرامكو حساب المواطن وموسم الرياض بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر